أهلا بكم مشاهدينا عن الجديد إذن اللجوء إلى عيادات التجميل بات هاجسا يشغل النساء وربما الرجال أيضا ولكن التجارب الواقعية أظهرت في الفترة الأخيرة خطرا يحيط بكل من يلجأ إلى مراكز تجميل من دون التأكد من مهنية هذه المراكز ومن حرفيتها وقدرتها على التعامل مع الوضع وفقا للمعايير الطبية الصحيحة حالات تشوه عديدة دفعت بالسلطات في بلدان عربية متعددة إلى إقفال مراكز تجميل لعبة دور أطباء الجلد والمختصين وفي دلالة على أهمية وضرورة الاختيار الصحيح للعيادات الطبية والحرص على عدم استبدالها بمراكز تجميلية يكفي أن نعرف أنه وفقا لدراسة صحية حديثة أكدت أن 90% من السعوديات غير راضيات عن مظهرهن وجملهن الخارجي وأن زيادة إقبال السعوديات على عمليات التجميل بلغ 40% بين الفئة العمرية ما بين 28 عاما إلى 37 عاما و18% بين العشرين عام وثلاثين عام و25% بين السابع والثلاثين والخمسين وكانت عمليات التجميل أيضا تشغل في وقت سابق السيدات فوق سن الأربعين عاما لكن مع تطور جراحة التجميل وزيادة الأطباء أصبحت العمليات تبدأ من عمر الثامنة عشر عاما حتى سن الخامسة والستين عاما من كلا الجنسين ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم تنضم إلينا في الستوديو الدكتورة ناهد قاسم اختصاصية أمراض جلدية وتجميل دكتورة ناهد صباح الخير لألك وأهلا وسهلا فيك معنا بالستوديو مرة تانية يعني أول شيء من الواضح من الأرقام التي ذكرناها الاهتمام الكبير بعمليات التجميل وخاصة ربما في الوطن العربي فعلا أصبح الموضوع هاجس متى برأيك كاختصاصية يجب أن تقرر السيدة أو الصبية أو حتى يمكن الرجل باللجوء إلى مختصين وعيادات تجميلية يعني هل هناك عمر محدد لهذا الموضوع أولا صباح الخير مشاهدين الكرام أحب أعرف بس الجمال هو إيه جمال الوجه هو عبارة عن تناسق في ملامح الوجه تناسق في وسع العيون حجم الأنف حجم الفم حجم الخدود الجمال مش بياض الجمال مش أنف صغير مش شفايف كبيرة الجمال هو تناسق في ملامح الوجه كله على بعضه إمتى الإنسان يبدأ يروح لعمليات التجميل مالهوش سن محدد ممكن نبدأ من سن 18 سنة زي ما حضرتك ذكرتي إلى فوق سن 60 سنة على حسب المشكلة الموجودة عند الشخص نفسه هل هي مضيئة نفسيا قد إيه مثلا في بنات في عمر في بداية العشرينات عندهم حفر عميقة تحت العينين الناس حواليهم بتعلق عليها ممكن صاحبتها في المدرسة المجتمع الأسرة بتعلق لك بتاحها تعبان في المرحلة دي ممكن لأ تتجه من سن 18 سنة في العشرينات ممكن تتجه إلى طبيب التجميل إنه هو تشيل الحفر أو الهالات السودة اللي تحت العين لو في مشاكل جلدية مثلا زي حبوب في البشرة زي تصبغات مالهوش سن محدد اللي بيحكم الموضوع ده الشخص نفسه يعني لأ فينا صار نتفق إنه يمكن ما في عمر معين متى ما ظهرت المشاكل بالضبط كده لأنه أصلا يعني فيه ممكن بعض الناس بتظهر عليها التجعيد في سن مبكرة بتبقى شيء وراسي وفيه ناس في سن متقدمة بعد سن الخمسين لأ جلدها سليم ما فيش تجعيد بشرة صحية بشرة نظرة على حسب البشرة نفسها هي شكلها إيه على حسب المريض هل الشيء ده مدايقه نفسيا لما يبص النفسه في المراية مدايق منه نفسيا هل يلجأ للطبيب أو ما يلجأش للطبيب في بعض الناس بتبقى الأمور عندها عادي هي شايف أنه عنده مشكلة بس متصالح مع نفسه متصالح مع نفسه مش محتاج أنه يروح للطبيب لكن لو المشكلة مدايقه نفسيا لأن الصحة النفسية مهمة جدا زيها زي الصحة البدنية وقد تكون أهم لما تكون أنت نفسيا مرتاحة راضية عن نفسك راضية عن شكلك بتبقى حالتك البدنية أحسن صحتك البدنية أحسن طيب دكتورة بالحديث عن العمر معناها ما في سن معين هلأ ولكن طبعا يمكن للصغار كتير أو بسن المراهقة يمكن الأطباء بيتجنبوا أنه يعملون لهم لو سن أقل من سن 18 سنة لا يعني بتبقى طفلة بصراحة ننتظر شوية لأوائل العشرينات طيب دكتورة فيما يتعلق بمعالجة مشاكل الجلد كون حضرتك اختصاصية بهذا الموضوع كيف يمكن أن تقرر السيدة من هي الجهة المناسبة هل تذهب إلى مركز تجميل أو عيادة طبية المفروض أي مشكلة في الجلد يتوجه المريض طبيبا إلى الطبيب مختص في الأمراض الجلدية لازم يروح للطبيب مختص في الأمراض الجلدية الجلد هو أكبر عضو في الجسم وهو المرأة اللي بتعكس الأمراض الداخلية كمان للجسم طبيب الأمراض الجلدية هل هيحدد هل هو ده مرض يختصر على الجلد فقط هل هو مرض جلدي ولا هو مرض من عضو داخلي ليه أعراض على الجلد على سبيل المثال مثلا خمول الغضة الدرقية خمول الغضة الدرقية بسبب تساقط في الشعر تكسر في الأضافر بهتان في الجلد استمرار في الجلد زيادة في الوزن خمول المريض بيتجه يشكو من أعراض جلدية مثلا الطبيب من وقت يعني ما ياخد الحالة المرضية للمريض ويعرف الأعراض اللي عنده ممكن يوجهه مثلا لطبيب الغضة الصماء يعالج أعراض الغضة الدرقية في بعض السيدات عندهم تكيس في المبايض بتيك تشتكي حبوب في البشرة ظهور شعر في الأماكن الزكارية تساقط في الشعر شعر الرأس برضو الطبيب الأمراض الجلدية حيوجهها مثلا لطبيب الأمراض النسائية لعلاج المشكلة الداخلية وبالتالي طبيب الأمراض الجلدية هو اللي بيحدد هل هذا مرض جلدي أنا أعالجه كطبيب أمراض جلدية ولا أوجه المريض لاختصاص آخر عشان يعالجه يمكن الناس اللي بيصير معه ممكن خربطة أنه لوين يتوجهوا على عيادة جلدية مختصة أو مثلا هو ما نتجهش للصالونات أو مراكز التجميل المفهاش طبيب هل يمكن اللي بيروحوا لهذول الأشخاص بيكون عندهم يمكن خربطة أنه مثلا بيكون فيه بقع معينة أو مثلا ندبات بيحاولوا أنه يعالجوها بطرق أخرى لا لازم أي شكوى جلدية سواء شكوى مرضية أو تجميلية لازم المرض يتاجه للطبيب مختص بالضبط في الأمراض الجلدية والطبيب هو اللي يقرر هو العلاج عنده والعند طبيب آخر اقتصاص آخر دكتورة ناهد عادة عن ذلك ما الذي يمكن أن يوفره طبيب مختص طبعا عادة عن اللي حكينا ولكن ليس متوافر في مراكز التجميل يعني طبيب الأمراض الجلدية يقدر ينصح المريض أنت تبدأ في العلاج هل العلاج ده مناسب ليك أو مش مناسب ليك العلاج ده هينفع في حالتك أو مش هينفع في الحالة بالإضافة إلى تحويله لالكاترة المختصين وعمل الفحوصات والتحاليل المناسبة برضو للمريض قبل ما يبعثوا برضو للطبيب المختصة في المجالات الأخرى طيب برأيك يعني في علامات معينة أنه إذا كانت الصبية أو السيدة أو حتى الرجل اللي بدون يلجأوا لها العمليات أنه يمكن أن تؤشر إلى ضرورة استشار طبيب مختص مثلا أو تقرير الذهاب إلى مراكز تجميل يمكن في بعض مراكز تجميل بتوفر بيسموها إجراءات بسيطة وليس عملية والمفروض أنا دايما أنصح المريض يتجه للأمور العلاجات المؤقتة يعني مثلا ما يلجأش للعملات الجراحية مباشرة العملية الجراحية بتغير الشكل بصفة دائمة لكن مثلا لو هنستعمل بوتوكس مثلا لإزالة التجعيد فيلر مثلا لملء الخدود شوية للشفاف شوية ده وضع مؤقت حتى لو لا قدر المريض ما عجبهوش الأمر أنا ممكن أتصرف فيه أشيله لكن العملية الجراحية عملية الأنف عملية شد وجه الشكل بقى دائم خلاص ما فيهوش رجع صحيح دائما أنا بنصح الناس أنها تتجه للأمور المؤقتة الأول وبعدين لما يحس نفسه أنه ما فيش حاسس نفسه وعايز التاجه للعملية الجراحية يخليها الخطوة الأخيرة الخطوات الأخيرة اللي هي عمليات التجميل لأنه ما فيهاش رجع الشكل مش هيتغير بعد العملية الجراحية صحيح ويمكن أكتر الناس اللي بتتجه بدون أي مشاورة بالموضوع على دكاترة الجلدية لمسلا صحيح يمكن استقصال شي معين يمكن بموضوع الشامات الكبيرة هون ممكن يكون فيه خطر لأنه ممكن هذا يكون مؤشر لورم صحيح دكتورة؟ صحيح لازم المريض نفحصه من شعر رأسه لغاية الضفر الإجليز ما بنقول لازم فحص كامل للمريض كل شيء لازم يتم عن طريق طبيب أمراض جلدية نعم دكتورة ناهد أنا بدي أتشكرك كتير على مداخلتك الحلوة معنا والمعلومات اللي فعلا هلأ بتهم كتيرين من الناس حتى ينتصحوا لموضوع التوجه إلى العيادات الجلدية في موضوع عبالية التجميل شكرا لك دكتورة ناهد قاسم